بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لابد لي في هذه الندوة وفي ختامها في الدقائق المتبقية والمتاحة منها أن أتقدم بشكر واجب لإدارة هذا الصرح الشامخ من صروح العلم والمعرفة صروح الشريعة والعربية العربية والشريعة الإسلامية وأبدأ من حيث انتهى فضيلة الأستاذ الدكتور محمد شريف الصواف رئيس فرعي مجمعي الشيخ أحمد كفتارو لمعهد الشام العالي حيث ذكرني بشيء مهم جدا وهو أننا نتعامل في المعهد في هذا المعهد بفروعه الثلاثة بروح القانون وبروح النصوص لا بحرفيتها التي ربما لا تؤدي الغرض المقصود من المرسوم التشريعي 48 وفي هذا تتعاون معنا وزارة التعليم العالي بتوجيهات من وزيرها وبتوجيهات من وزير الأوقاف حفظه الله تعالى فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبدالستار السيد شكر واجب لإدارة هذا المجمع هذا الفرع لمعهد الشام العالي ممثلة بالشيخ الدكتور محمد شريف الصواف ونوابه الكرام وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام وكل من يقوم على إدارة وتفعيل ورعاية هذا المجمع أما السادة الأساتذة الذين حاضروا بنا وحلقوا بنا في ربوع اللغة العربية فنذكر بين أيديهم وأيدي السادة الحضور الكرام قول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعلموا العربية فإنها تثبت العقول وتزيد في المرؤة سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول تعلموا العربية فإن تعلموا العربية كما تتعلمون الفرائض والسنن أما الثعالبي فها هو يقول رحمهم الله تعالى جميعا ورضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين من أحب القرآن الكريم من أحب الله أحب رسوله النبي العربي ومن أحب النبي العربي أحب اللغة العربية ومن أحب العربية عني بها واهتم الأخ الدكتور محمد شريف الصواف هذه الندوة المباركة تأتي ضمن إطار فعاليات ونشاطات معهد الشام العالي بفروعه الثلاثة ضمن فعاليات ونشاطات مؤسسات الدولة في اليوم العربي لتعلم وتعليم وتمكين اللغة العربية في القطرة العربية السورية ويأتي ضمن توجيهات مباركة من وزارة الأوقاف ووزارة التعليم العالي أيضا للاهتمام بهذه المناسبة وأذكركم أيها السادة الأفاضل أن من أهم الأسباب الموجبة لمرسوم معهد الشام العالي الاعتناء بتمكين اللغة العربية لذلك جاءت هذه التسمية معهد الشام العالي للعلوم الشرعية والعربية أو بعبارة جاءت هذه الإضافة والعربية فكرة غاية في الأهمية لم يبينها أعتقد لضيق الوقت الأستاذ الدكتور الشريف أن خريج اللغة العربية ينبغي أن يكون متمكناً بالشريعة الإسلامية أيضاً والعكس صحيح بحيث أن كثيراً بحيث أن الكثير من القرى والنواحي والمناطق في القطر العربي السوري ربما يكلف خريج اللغة العربية بتدريس مادة الشريعة الإسلامية وكذلك العكس صحيح من نشاطات واهتمامات هذا المجمع اللغة العربية لهذه الغاية ولغايات أخرى أيضاً سامية بناء على قول الله سبحانه وتعالى وأنزلنا القرآن وإنا أنزلناه قرآناً عربياً أيها السادة الأفاضل لا أطيل عليكم أشكر أيضاً هذا الحضور وهذا الجمع الكريم المبارك وإلى لقاء آخر في ندوات أخرى نرتقي بها معاً في ربوع اللغة العربية بعد شكر واجب للسادة المحاضرين أيضاً والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته